اهلا بكم في حلقة جامدة جدا هقدمها النهاردة انا ويونس اللي مبطلش عيقات غير لما واقف قصاد الكاميرا معنا النهاردة كلمات uncountable لا تعد وتعد في نفس الوقت مع اختلاف المعنى هتفهم بعض الفاصل يلا بينا يونس يلا بينا اول اسم معنا يعد ولا يعد واشهرهم في اللغة الانجليزية هو time time بيبقى لا يعد لما بتبقى بمعنى الوقت يعني مثلا لما اقول لك I don't have much time يعني انا ما عنديش وقت كتير I don't have time أو I don't have much time لكن time بتعد وتجمع يتحط عليها اس لو معناها مرة وجمعها مرات يعني مثلا عاوز اقول لك انا قبلت مرات عديدة او مرات كتير هقول لك بالانجليز I have met him many times هنا انا جمعت ليه عشان مرة جمعها مرات قبلت مرات عديدة I have met him many times اللي بعده تاني كلمة معنا وهي room room بتبقى اسم لا يعد لما بيبقى معناها المساحة يعني مثلا for example I love coupe cars انا بحب العربيات الكوبية but they don't have much room or they don't have enough room يعني هم هم مفهمش مساحة كفاية هنا ما ينفعش انك تجمع روم وتحط عليها اس I love coupe cars but they don't have enough rooms طيب امتا تجمع لما يبقى او اسم يعد يعني لما بتبقى غرفة وجمعها غرف this hotel has 20 rooms يعني الفندق دا في 20 غرفة this hotel has 20 rooms هنا غرفة وتبقى اسم يعد وجمعها غرف اللي هي rooms يلا بينا على ثلاث حاجة experience اسم يعد ولا يعد في الغل الإنجليزي accountable we uncountable طيب بيبقى اسم لا يعد لما بيبقى معنا الخبرة بالذات خبرتك في العمل يعني مثلا I don't have experience in this line of work انا معنديش ايا خبرة في الشغل دا والنوع دا من الشغل I don't have experience in this line of work لكن experience ركز معايا لما بيبقى معناها تجربة بيبقى معها تجارب experience experiences يعني خلانا ديك مثال عشان تفهم اكتر I had many good experiences in this hotel يعني انا كان عندي تجارب جيدة اوكي كتيرة في الفندق دا I had many good experiences in this hotel هنا experience معناها تجربة وجمعها تجارب اوكي وساعتها اسم يعد يبقى experience ما معناها خبرة لا تعد خبرة في العمل لكن ما معناها تجربة تعد رابحانا fruit الفواكه تجمع على فكرة اسم لا يعد ويعد لا يعد لو انا بتكلم على الفواكه in general في العموم يعني مثلا I love fruit انا بحب الفواكه في العموم اوكي لكن لما احدد انواع معينة من الفروت ساعتها تجمع وتبقى fruits يعني مثلا She sells these fruits Watermelon, orange and apple هي بتبيع الثلاثة انواع دول فانا محدد الثلاثة انواع وساعتها جمعتهم She sells only these fruits هي بتبيع بس الثلاثة فواكه دول Watermelon, orange and apple يبقى لو بتكلم على fruit in general وميت اللحمة برضو نفس النظام نفس الكعدة بتاعت fruit لو بتكلم على fruit in general اسم لا يعد وما تجمعوش لكن لو محدد انواع الفكهة ساعتها اسم يعد Paper الورق اسم لا يعد في اللغة الانجليزية واغلبنا عارف كده وعلمونا كده يعني مثلا لما اقولك This book is made of paper الكتاب ده معمول من الورق هنا الورق كمادة خام ساعتها paper فعلا اسمي لا يعد وما ينفعش تحط عليه اس لكن لو انا محدد الورق زي مثلا لما اقولك Take this stack of papers outside يعني خد رزمة الورق دي هما كذا ورقة خدهم برا Take this stack stack يعني كومة او رزمة of papers outside لو انا محدد الورق ساعتها انا ممكن اجمعه لكن الورق كمادة خام paper لا يجمعن يلا بينا عالي بعضا واخر كلمة معانا النهاردة وهي coffee coffee اللي هو القهوة القهوة لما اتكلم عنها في العموم يعني انا مثلا بحب القهوة I love coffee انا بحب القهوة في العموم لكن خلينا مثلا نتخيل لو انا في مطعم والجرسون بيقول لي انت خدتوا ثلاثة قهوة فانا اقول له المحتوى عشان نستمع سلام اشتركوا في القناة